السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير النهاردة عامل لكم ماسك تسمين الوجه بجده حاجة كده تحفة هتشد بشرتك وتنظفها من التسبغات والبقع واثار حب الشباب فايت كده ماسك الخميرة معي عايز اقولك الخميرة هتساعد على تسمين وشك بإذن الله كده من اول استعمال هتشوف الفرق يعني من نفسك وكمان فيها فيتامينات بتغز البشرة طبعا الخميرة يعني هي معروفة ان هي اقوى من الفيلر والبوتاكس في نفخ الوجه بإذن الله والخدود هتملأ لك كده وشك لاماكن المسحوبة لتحت كده عظمة الخد بإذن الله هتنتلق كده وهتشوف الفرق من اول استعمال كمان هتشد كده البشرة مش هيبقى في تجاعيد في وشك لو عندك 40 سنة هتنزلي كده 10 سنة وعندك 30 سنة هتشوف الفرق بنفسك معايا كمان معلقة من الدقيق الابيض العادي خالص هيساعد على تفتيح البشرة ويستاهم كمان في ترتيب البشرة الجفة وبيزودها كده من النضارة وبيشد البشرة وبيأخر كده التجاعيد بإذن الله هتشوف المسك ده يدومي عليه مرتين 3 في الأسبوع هتشوف الفرق بنفسك معايا معلقة من القهوة من البن العادي خالص اللي احنا بنعمل بالقهوة بيشيل بقى التسبغات خالص من الوش وبيعالج حب الشباب ولو فيه أثار لحب الشباب بيشيلها أو فيه بكتيريا في الوجه كمان بيشد البشرة وبيعالج الهالات الصودا عايز أقولك بجد من مصك بتاعنا النهاردة فيه مكونات هتفيد بشرتك جدا جدا هتشدي بشرتك وتشوف النضارة والتفتيح من أول استعمال هتلاقي غدودك كده امتلقت وفيه تسمين كده في الوش بإذن الله من أول استعمال تسمين الخدود النهاردة وتسمين الوجه بإذن الله النهاردة هتشوف الفرق بنفسك معايا معلقة من جل الصبور زي ما انتوا شايفين كده وهو بيحمي البشرة من إشعة الشمس ومن الاسمرار وبيبيض البشرة ويفتحها وبيجدد خلايا البشرة وبيوحد لون البشرة وبيقلل برضو من ظهور التجعيد لأنه فيه كلوجين طبيعي بيرطب البشرة بإذن الله النهاردة فيه نضارة وتفتيح حاجة كده قوية جدا هتعمليها البشرتك بمكونات ببسيطة جدا لو انت بتهتمي بالمسكوات لازم يبقى عنك جل الصبور لأنه قوي جدا فيه ترتيب وتفتيح البشرة كمان كل المكونات اللي حطناها بإذن الله هتفيد بشرتك هتشدها مش يبقى فيه تجعيد بعدك كده لو عندك 40 سنة هتصغري 10 سنين هتصغري 10 سنين في 5 دقيق جرب المسك بنفسك وشوف الفرق النهاردة كده معايا كمان نص معلقة صغيرة من زي جوز الهند هينضف بشرتك ويخفف تجعيد البشرة عايزة أقولك بجد يعني دومي على المسك دوت بإذن الله مش هتلاقي تجعيد خالص في بشرتك هقلب الخليط اللي أنا حطيته دوت هزود كمان معلقة صغيرة من جل الصبار وهقلبه كويس جدا جدا لحد يبقى معايا خليط كريمة عشان أفرده على بشرتك زمانتو شايفين كده أهم مرحلة هنا هي التقليب الكويس جدا لازم تقليبها كده حوالي 5 دقيق لحد من مكونات كلها كده تبقى كريمية عشان تعرف تفرديها على بشرتك لازم تبقى غسلة وشك كويس جدا وبشرتك نضيفة وما فيهاش ميا وهتعملي بقى الوصفة بتاعتنا الحلوة ديت وهتشوفي بقى الفرق من أول استعمال هتلاقى وشك ناعم وغدودك قلبزت كده وبقت مدورة وكمان هتحطي كده صباعك على وشك هتلاقص صباعك كده بيخش الجوة لأن بشرتك بإذن الله هتبقى نعمة جدا ونضرة وكمان مشدودة وكمان منفوخة وشك كده هيبقى منفوخ وعايز أقولك بجد يدعيلي بقى بعد الوصفة الحلوة ديت زمانتو شايفين هو ده الكوامل اللي احنا عايزينه عايزينه يتفرد على بشرتنا كده لازم بشرتنا هتبقى نظيفة لو وصلتوا معي لحد هنا ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كل فضلا منكم وليس أمرا بعد يما خلص كده المسك بتاعنا وافردوا على وشي هعملوا بحركات دائرية علشان البشرة تستفيد منه وبعد ما ينشف هخسله بمية فترة وبعد كده هجيب أي حاجة زيت مرتب ممكن زيت جوز الهند برضو نحطه على بشرتنا أو عندك كابسول البيتامين إي يعني بصوا فضيها كده على بشرتك وعمليها كده تدليك على وشك بإذن الله وشك هيستفاد أكتر من المسك دوت مع البيتامين وهتلاقي بشرتك كده بتنور بإذن الله هتلاقي بشرتك صفية زي الزجاج وبصوا بقى هتبقى بيضة كده ونضرة بإذن الله ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة واسبكوا في أمان الله مع السلام